مدينة البوكمال في واجهة التطورات الميدانية السورية مرة أخرى المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن معارك عنيفة اندلعت من جديد عند الأطراف الغربية والجنوبية الشرقية للمدينة بين القوات الحكومية السورية والميليشيات المتحالفة معها من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى القوات الحكومية والمسلحون الموالون لها سيطروا على مطار الحمدان والتجمع السكاني القريب منه غرب مدينة البوكمال عقب هجوم لهم واشتباكات عنيفة مع عناصر داعش قال المرصد إنها أوقعت قتلى من الطرفين هذه المعارك تأتي بعد أيام من طرد داعش الميليشيات الموالية للنظام السوري من المدينة في هجمات معاكسة اعتمدت على تنفيذ كماء بعد استدراجهم وإيهامهم أن عناصره فروا وانسحبوا بشكل كامل من المدينة حسب المرصد وفي إطار الحرب على داعش أعلن الجيش الأمريكي مقتل أربعة من كبار قاتل التنظيم في غارات استهدفت المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا خلال الأسبوع الثلاثة الماضية بيان الجيش أعلن أن القتل هم عمر دمير مسؤول عمليات التنظيم في الخارج ويوسف دمير المسؤول الإعلامي في التنظيم وأبو يزن أحد مسؤولي التسلح وعبدالله حاجو أحد مخططي العمليات الخارجية للتنظيم من جهة أخرى أعلن المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على حقل الكشمى النفطي في ريف دير الزور الشرقي بعد اشتباكات مع مسلحي داعش المرصد أوضح أن هذه القوات وسعت مناطق سيطرتها شمال البوكمال وباتت على بعد نحو أربعة عشر كيلو مترا من الحدود العراقية السورية وأنها سيطرت على مناطق في محيط بلدة شحيل في ريف دير الزور الشرقي وفي محافظة دير الزور أيضا أعلن المرصد أن طائرات حربية نفذت غارات جوية استادفت مواقع لداعش في ريف المحافظة الشرقي لكن المرصد أشار إلى أن أحد الغارات استادفت مخيم للنازحين قرب قرية معزيلة أدت إلى مقتل مدنيين